أهلاً ومرحباً بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحادي عشر في هذا الفيديو سنستعرض أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال الأسبوع العاشر في حصة التربية الإسلامية كنوا معي كما تلاحظون فعنوان درسنا هو جهود علماء المسلمين في الحفاظ على السنة النبوية الشريفة عزيز الطالب يتوقع منك أن تحقق النتاجات الآتية أن توضح طرق تصنيف السنة النبوية الشريفة تتعرف إلى بعض الكتب المصنفة في السنة النبوية الشريفة تبين أهم الجهود المعاصرة في الحفاظ على السنة النبوية الشريفة وتوظف الوسائل التكنولوجية في خدمة السنة النبوية الشريفة وبالطبع فلابد أن نقدر جهود العلماء المسلمين في خدمة السنة النبوية الشريفة سنبدأ بالخريطة المفاهيم هذا الدرس ينقسم إلى ثلاثة محاور الجمع والتدوين طرق تصنيف السنة النبوية الشريفة العناية بالسنة النبوية الشريفة في العصر الحديث دعونا نبدأ بالمحور الأول وهو الجمع والتدوين بدأ تدوين السنة النبوية الشريفة في عد الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول أجاز لبعض الصحابة كتابة الأحاديث النبوية الشريفة إلى أن التصنيف المنظم لسنة النبوية الشريفة بدأ في القرن الثاني الهجري عندما نقول قرن ثاني هجري أي بعد العام المئة للهجرة حيث تم جمع عدد من الأحاديث النبوية الشريفة أقوى الاستحابة الكرام وفتاوى التابعين ضمن مصنفات مرتبة على أبواب فقية هنا ظهرت عندنا العديد من المصنفات مثل موطأ الإمام مالك بن ألس رضي الله عنه وهو أول مصنف في الحديث النبوي الشريف احتوى بالإضافة إلى حديث النبوية الشريفة بعض الأثار عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين هنا حتى لا يخلط كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غيره من الناس قام علماء المسلمين في القرن الثالث بتمنيز الأحاديث النبوية الشريفة عن غيرها وبالطبع هنا كان درجة الاعتناء شديدة من حيث الصحة والضعف صنفت في هذا العصر الكتب الخاصة بعلم الجرح والتعديل وهو العلم الذي يبحث بمعرفة أحوال الرواة من حيث القبول أو الرد قبول الحديث النبوي الشريف أو رده طرق تصنيف السنة النبوية الشريفة هنا عزيزي الطالب ظهرت مصنفات منها الصحاح السنن والتصنيف حسب أسماء الرواة من الصحابة سنتعرف إلى تفصيل كل منه الصحاح هي كتب اقتصرت فقط على ذكر الأحاديث النبوية الصحيحة فقط مثل صحيح البخاري رحمه الله الصنان الكتب التي تجمع الأحاديث النبوية التي تتعلق الفقه الأحكام الشرعية وترتب على أبواب الفقه غالبا مثل صنان الترمدي وابن ماجا رحمهم الله التصنيف حسب أسماء الرواة من الصحابة رضوان الله عليهم وهذه الكتب صنفت باسم المثانيد وهي كتب الحديث التي يجمع فيها المؤلفون الأحاديث النبوية الشريفة ويرتبونها تبعا لأسماء الصحابة الكرام رضي الله عنه دون النظر إلى موضوعات الأحاديث ومن أشهرها مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمهم ولكن هنا التصنيف يكون بحسب اسم الرواة فإذا نحن احتجنا مثلا حديث النبوية الشريف نريد أن نرجع إليه في الصوء وما إلى ذلك سيكون الأمر شاقا بعض الشيء هنا كما يظهر أمامك المحور الأخير العناية بالسنة النبوية في العصر الحديث مظاهر خدمة السنة النبوية الشريفة في العصر الحديث أولا الدفاع عن السنة النبوية الشريفة في وجه من يشكك بها أو يثير الشبهات حولها أيضا إنشاء المواقع الإلكترونية التي تقوم بنشر السنة النبوية الشريفة من خلال عرض الأحاديث النبوية الشريفة وشروحاتها وإتاحة خدمة البحث وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة نشر الأحاديث النبوية الشريفة من خلال استثمار الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء الجمعيات التي تعنى بالحديث النبوي الشريف وعلومه وإقامة المسابقات في حفظه وشرحه هذا هو عرض سريع لما سنقوم بتناوله خلال الأسبوع العاشر أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم طب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة